موسيقى مساء الخير مشاهدين أنا بكم بحلقة جديدة من على البرنامج ضيفنا اليوم رسم حياته وفقا لبرنامجه الخاص لم يكن لفترة طويلة موظف لأنه أحسن بإدارة مؤسساته وصولنا اليوم لقراره بخوض التجربة البرلمانية والترشح للانتخابات النيابية مساء الخير مازنش بارو المرشح عن لائحة بيروت بالدقلب على دائرة أو عن دائرة بيروت الثاني أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أديش تعابة بالحياة شاب عمره 29 سنة يقول أنا ما بدي يكون موظف بدأ أسس شركة الخاصة وانطرق بهذه الحياة أنا الحياة علمتني أنه ما في شي صعب آآ الواحد إذا بده يحلم من طال الأمر بيطاله بس بده يشتغل ويطعب له حتى اللي طاله ما في شي بيجب بلاش آآ مستحيل ما في كلمة مستحيل عندي بالحياة وأنا بحس حالي خلقت لكون حر طاليك ما بحب حدا يكون عندي حتى الوظيفة المقدرة بتتحمله الوظيفة تحملتها لأنه كان لابد منها يعني أنا مهندس والهندسة بالجامعة ما بتعطي الهندسة بتعطي فكر لمهندس بس ما بتعطي الهندسة إلا بده يتنزل على سوق العمل ويحتك بالخبرة العملية لحتى اللي يصير مهندس فأخذت على خمس ست سنين بعدين قررت أنه خلص بعدين انطلقت بشركتي الأولى سنة الألفين واثنين من لا شي كان عندي الحمد للعلاقة جيدة كان عندي زبعين على الأد وبلشنا كان أول كونترا حقه ثلاثين أفضلار بعدين شوية شوية من وين بلشت انطلقتك؟ بيروت من بيروت أكيد بعدين تقلت إلى عدد من البلدين العربية بعدين طعنا على السعودية وقطر بنفس الوقت بعدين هلأ عن جديد عنا جزائر السعودية وقطر رجعت ومصر يعني بعد حصصة فيها الجزائر عندي من سنة 2018-2019 مصر هلأ عن جديد بس مش بالمقاولات في شي تاني بايا دمان وبلشنا بالمطاعم وبي أفريقا الغربية كمان هلأ بدنا نبلش أسسنا شركيا بس بعد ما أطلقناها قريبا جدا نشوف حسب الوضع نشوف قد بدك تلحق إذا صرت نشوف نشوف وهو شريك مؤسس في شركة خبير معتمد من قبل رابطة المهندسين ويطمح إلى نقل الأمانة التي حملها في مهنة الهندسة إلى الندوة البرلمانية يشغل شباره عضوية عدد من الجمعيات الأهلية والاتحادات نشاط يأمل نقله إلى الناخبين في بيروت للتصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة لأنه بنعرف أنه بلدنا بلد صغير واصلاحه ما بياخد كتير بس بده شغلتان بده إرادة بده قرار بده ناس نفس على الأرض مشان هيكي قررت أنه ترجحها على الانتخابات النيابية المكبلة لحتى ليحط كل طاقاتي وخبراتي بين أيدي أهلنا ببيروت خصوصا واللبنانيين عموما لإعادة لبنان إلى خارطة التطور والإزدهار في الانتخابات الماضية تمكن رئيس اللائحة المهندس فؤاد مخزومي وحده من تأمين المقعد النيابي فهل توصل اللائحة هذه المرة المهندسين؟ انتلاقا من السؤال هل في أمل أنه تقدروا توصلوا حضرتك؟ واستاذ مخزومي مع بعض إلى الندور البرلمانية هالمرة؟ الأمل بأله أول شيء والأمل بالبيارتي اللي بييدون كل شيء بدون يوصلوا اللائحة كلها من 11 بيوصلوا أزودون بس بدون ينزلوا من بيوتهم يوم 15 شهر وينتخبوا نحنا اليوم بيروت فيها 370.862 زماني غلطان ناخب من بيناتهم بلوك كلاهتنا بنعرف أنه حجمه معروف وعنده سقف أما اللي بيرت المستقلين ما عندهم سقف فيهم 332 ألف وفيهم يقلبوا الطاولة عالية بدون وفيهم وصلوا 2 و 3 و 4 و 11 إذا بدون بس بدون يتحركوا عن الكنابي يوم 15 وينزلوا على مركز الاقتراع نحن نشوف أداية الناس مستعدة أنه فعلا تكسر ما يحكى اليوم عن قرار مقاطعة شريحة من اللبنانيين تحديدا من جمهور ديار المستقبل أداية ممكن يكون كلامكم وكل أفكار كون تشجعون أنه فعلا ينزلوا وينتخبوا بـ 15 أيار سنبدأ بأول فقرة ماذا نشباره وشو مشروعك بشو مشروعك بناء على خبر أخذ عن النائب فؤاد مخزومي يقول فيه سابقا هيا عم نحكي المقاومة خط أحمر لا ينبغي المس بسمعتها أو مقدراتها بهذا الكلام هذا الكلام كان قبل انتخابات 2018 يوم شو مشروعك لإقناع الناخب في بيروت أن رئيس لائحتك فؤاد مخزومي لم يعود حليفا لحزب الله لكن كلنا كنا مع المقاومة سابقا وما زلنا اليوم مع المقاومة إذا كانت موجهة بالطريقة الصحيحة وبالاتجاه الصحيح نحن ما بصور في حدا قبل 2005 كان ضد المقاومة نحن عم نحكي 2018 هذه قبل شوية من 2018 تصريح قبل 2018 شو تغير لو كانت تصريح قبل 2012 كان نكتسح ببيروت بالانتخابات الماضية نحن اليوم برجع بقلك المقاومة حق شرع لأي شعب في انتهاك لأراضي أو لحوقه وما أحدا فيه يمنعه هذا حق مكرس دوليا دستوريا بكل المواثيك الدولية أما اليوم نحن شو مشلتنا مع المقاومة أول مشكلة أنه هي تم احتكارها بفصيل واحد اللي هو حزب الله له هذا الشيء مش جديد منذ انتراكة المقاومة الجميع؟ لا بالأول كان في كتير مقاومة وطنية هي كمقاومة إسلامية تأسست على هذا الأساس مظبوط ولكن احتكرت الموضوع وما عدت تخلي حدا يقوم معها واحد اثنين المقاومة تغيرت وجهتها يعني احنا اليوم خانقول بعد لألفين وخمسة شو صار أحداث كل شي كان مقبول لحد سبع أيار أنا عم بحكي كأنسان بيروت عايش ببيروت لما تم استباحة بيروت بسبع أيار هون كان فيه نقطة تحول حذرتك وين عايش بيروت؟ أنا بي سليم اسلام بيتي وربيت وخلقت على وجه واحد أنا للأسف كنت مسافر بس عائلتي كلها كانت هون والرعب اللي عاشوا بهالساعات اللي كانت كتير طويلة كان رعب لا يوصف العالم اللي قتلت بالشارع العالم الأبرياء كمان دم راح هذر لحد هلأ ما حدا انطلب فيه يعني اليوم كان هاي دي نقطة تحول يعني نحنا ما عنا مش لي مع أي حزب حزب الله أو غيره إذا كان حزب لبناني أجونته لبنانية هموا لبنان هموا تطوير لبنان أما نطلع برات هالإطار ومنصير عنا أجوندات خارجية ومنصير عنا عم ناخد شعب كله ورانا بالقرار تبعنا طب أنا قدي بشكل من الشعب اللبناني 30% كطايف الشيعية كريمة وعلمة أن نحنا ما عنا مش لي مع الطايف الشيعية لأن نحنا عنا مصاهرة نحنا ويهون وجيراننا وحبائبنا واختنا وبالشغل نحنا أنا يمكن عدد الشيعب الشركة عندك أكثر عدد السنة ما عنا مش لي معنا على الأرض ولكن نحنا عنا مش لي وين عبي ياخدونا اليوم هل نحنا هيدا لبنان اللي بدنا إيه هل نحنا بدنا نروح لأقتصادات الشنطة والكاش وابتصادات التهريب والسوق السوداء ونحنا لأ بدنا نشوف عن جد لبنان اللي بيشبهنا لبنان الحياة لبنان الأمل لبنان يرجع بنك الشر الأوسط المتوسط ترجع على المستشفى بس هيدا لبنان أين متى كان يعني اليوم كمان بينقال أنه نحنا كنا عايشين باقتصاد ريعي صحيح كمان يعني لم يبني بلد بالعكس بأول لحظة وقفت المصاري سقط كل البلد طلعنا لأينا حينا لأننا مش عاملين شي بدك نفوت اقتصاد من فوت أكيد الاقتصاد الريعي هو من أخطر الاقتصادات بالعالم لأنه بيعطيك إذا بدك تنغش بحالك أنه أنت عايش حياة حلوة دولارك مثبت على 1500 مثل الأمريكان آخر شي بلحظة نهار البدد كل لعيته بس نحنا كمان كان عنا 30 سنة 30 سنة ما حدا قدر ينتبه أنه في شي غلط أنا بقلك السبب لأنه هالمنظومة اللي ركبت هذا الاقتصاد كانت عم تستفيد من هذا الاقتصاد خدي مثال صغير حتى ما نطول حديث عن الاقتصاد التهريب اللي صار مين استفيد منه يعني نحنا كنا دعمين البنزين نص الشعب اللبناني ما معه سيارات أصلا يعبي بنزين هذا الدعم كان عم يسفيد منه الفقير أكيد لا نحنا كان عنا ورقة نقول أنه يعني دعموا الشعب تكون دعموا دعموا بالمصاري بالليرة اللبناني ما تدعموا بسلعة مدعومة لأنه السلعة بتتهرب الليرة اللبناني مده يهربه بدي أدعمك أنا ما فيه نستعمل نحنا لو من أول أزمة سمعولنا الحكومات اللي أجد بالوراق اللي كنا عم نقدمها وراء اقتصادية ومن كذا جهة كان اليوم موفرنا كتير من الفلوس اللي راحت نحنا بأول أزمة كان عنا 35 مليار دولار نحن نعم عنا تحت العشرة في 25 مليار دولار راح ومنهم 9 مليار دولار مواد راحت ع سوريا حزب الله بالتجرب الاقتصادية اللي عم بخوضها أقلوا بمؤسساته ما بتعتبر بأنه هو أفضل بالرؤية وبالبرنامج الاقتصادي من السلطة اللبنانية اللي كانت متمثلة بأكتر من حزب ومن طرف سياسة كل عمره الحزب بالسلطة كل عمره الحزب بالسلطة وعنده النواب وعنده وزراء ليش هلأ؟ تاني يوم بقولوا أنه ما وقعوا هني بأي معنى؟ بمعنى مؤسسات تابع الحزب اقتصاد موازي للاقتصاد تابع لبنان كله هني عندهم مؤسساتهم الاقتصادية عندهم نظامهم المصري في الخاص فيهم عندهم كل شي وهني معاودين أكتر من الشعب اللبناني على شغل الكاش لأنه هني كان عليهم عقوبات فهني عندهم الخبرة كيف يشتغلوا بموضوع الكاش علم أنه موضوع الكاش موضوع كتير خطير نحن أبدا ما مشجع عنه لأنه بيفوت بـ 49 بنت جرائم مالية اللي لبنان مضي عليها هو بالتالي اليوم طبيض الأموال مكافحة الفساد تهريب على الحدود تجارة المخدرات ده كله بينزل تحت البنت تبع مكافحة طبيض الأموال 49 بنت ما بتشوفو له أنه هو ساوا بالمعنى حفاظا على كوته العسكرية كمقاومة أنه كان مضطر أنه يترك الأفريقاء الآخرين على أساس أنه عم بيديروا البلد بس هو اشتغل على مجموعته ولا اشتغل على لبنان والشعب اللبناني كله أنا ما فيني إلغي كل اللبنانيين وقول أنا وبس اليوم نحن الشيعة هنا 30 بالمية أزماني رلطان بحسب آخر سات خلينا نقول نصهم مجتمع حزب الله نصهم على قد يعني 15 مية ما فينا أنا أجي يقول روحوا بلط البحر و15 مية بيعيشوا باقتصاد مختلف عن الآخرين ما فينا اليوم يا أما نحن لبنان واحد يا أما ما في بلد اليوم ما فينا نمشي بعشرة لبنان كل واحد يعمل لبنان على زوه بل نوعد على الطاول نحكي مع بعضنا اليوم ما في طرف يشد البلد محل ما هو بده عادة عن أنه نحن اليوم منتجهين لنظام شمولي نظام شمولي يعني فقر يعني تعثير يعني فانزولا بأصعب من حالتها اليوم يعني ما في كماليات ما في شيء عم يتصدر على البلد ديني كله حتوق طبعا ولا حسب نتائج الانتخابات هون بتفرق نحن اليوم إذا بدهم يربحوا المجموعة اللي هلأ أخذتنا محل ما بتأخذها واللي هن هلأ عندهم الأغلبية والأكترية بمجلس النواب نحن رايحين لهون هادة البلد ما يشبهنا رح تابع معك من خلال هادة الفيديو أنا ما بقول أنه أحدا وريس رئيس الحريري بعده الرئيس الحريري زعامي كبيري يعني بيقدر أحمد هشمي يجير أصوات هذا اللي عم بقوله يمكن بيقدر هو بيقدر كمان أحمد هشمي كمان جير أصوات بس اليوم هني قارج إطار اللعب الانتخابي شو مشروعك لإقناع جمهورتي المستقبل بالتصويت للأحاتكم مش لللاقحة المنافسة بسيط جدا 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 مبسوطين بالحال اللي وصلنا له إذا مبسوطين خليكم بيوت تعتبروا أنكم خارجوا السلطة سواء اللاحة اللي فيها استاذ نبيل بدر أو اللاحة اللي فيها حتى المجتمع المدني بيروت للتغيير يعني كل مخل فيه لويح هي بيور مجتمع مدني تعتبر من شأنك تيار المستقبل أو جمهور تيار المستقبل عليه ينزل ينتخب بس هاش بده ينتخب لايحد فؤاد مخصومي ما ينتخب ما عبدو ينتخب لايحد فؤاد مخصومي ينزل ينتخب اللي بيلاقيه بالعقل مناسب برجع بقول بالعقل لأنه احنا كان ننتخب بالقلب وبالعاطفة وابن عمي وجاري وحبيبي هاي دي بدنا نخلص منها اليوم أنا بدي انتخب اللي عارفين أنه عنده رؤية عنده كفاءة عنده خبرة يقدر يشيلني من المأزة اللي أنا في اليوم أنا بقول لك كل اللبنانيين على كافة انتمائتهم مش بس تيار المستقبل أو جمهور تيار المستقبل كل الناس تنزل تمارس واجبها واجبها الوطني بهالنهار هيدا كل أربع سنين معلش يعطونا ساعتين ثلاثة من وقتهم لأنه يا أما هني بحطوا صوتهم يا أما غيرهم حياخدهم بحسب صوتهم اليوم نحنا هاي دي لعبة ديموكراطية أنا إذا مارستها بكون ساهمت فيها وعم بروح بالإتجاه اللي أنا بدي إيه إذا كنت عم بقدر جيب أنا تكتلت حوالي أما إذا أنا بدي أقعد ببيتي ما بقى بلوم إلى نفسي غيري هو اللي صوت هو بروح بقول لك دي قوة الرئيس سعد الحريري كانت وزعامته وكل ذلك ولم يستطع فكانت كمان يحمل شعارات كتير دائما للتغيير وأنه نحن بنا نغير وانا نفوت بمحاربة فساد وا 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 وبالآخر كان السيستم أقوى منه أنه اليوم كي بتكن تقنعون أنكم أنتو خصوصا لجمهور المستقبل اللي كانوا بالسلطة وطلعوا من السلطة بأنه نحن مش قدرين نعمل شي بقى كي بتكن تقنعون أنكم أنتو جريين تقدروا تعبوا هذا المحل أنا حعطيونيها بطريقة تانية خان ننسى الماضي ماضي راح ما حنقدر نحيي أموت لي صار صار اليوم نحن عنا مفترق ترك عندي أنا كتلي بالمجلس في واحدة وسبعين نايب اللي هي الأكترية اللي هي أغتتني اليوم محل ما بدأ ما بتاخد رأيي أصلا بقى تروح يمين بتروح يمين بتروح يمين بتروح يمين بشمال وأنا بدي إلحقة بطري إلحقة أنه اللعبة الديموقراطية هيك بتفرض علي اليوم أنا إذا مبسوط هيك بقعد ببيتي عم بحكي لك كل المقترعين دبنانيين على اختلاف أنت مائتهم اليوم أنا بدي يروح لمحل تاني بدي يجرب أول شي أنا مع بقوله أنه بكرة بكبسة زر حيرجع عبادة سويسرا بدك تجرب بدك تحط جهد بدك تتعب بدك تتشتغل لو نحن قدرنا ننزل بالكتلة تبقى الواحدة وسبعين نايب للأربعة وستين للأتنين وستين للتاتة وستين لو الواحدة وستين صار في توازن صار في مجموعة بقى توعد قدر مجموعة تانية ويحكوا مع بعضهم صار فيه شروط وشروط مضادة بس أكيد ما بدك منها شروط تروح لتعطيل البلد مثل ما كان عم بيصير بالأول اليوم نحن بدي يوصل لحكومة ما فيها ميثاقية وطنية هادة اللي دحكوا علينا سنين فيها أنه اليوم أنا بجيب كل الأبضاد وبحطهم داخل الحكومة يعني كيف أتمشي هالسيارة آخر النهار بدي يكون في حكومة عندها رؤية وعندها هذا ويجي معارضة عليها فشلت هالحكومة بتروح يطرح الثقة فيها مجلس النيابة بتجي حكومة تانية من لون تانية نحن اليوم بدنا مصحة البلد اللي بده مصحة البلد ينزل حط صوته بالسنت اللي ما بده مصحة البلد هو حر بس أنا بقله اليوم نحن ما بقى مثل أول اليوم اللي ما حينزل يصوت ليغير بده يضب شنته ويمشي بارات البلد لأنه ما حينزل رعيش بهالبلد كيف ما حينزل رعيش بهالبلد لأنه شو بعد عنا بهالبلد في عنا تحربة ربح الفريق الآخر أنه رح يكون لن يدمر البلد الفريق الآخر موجود من سنين شو عمل حدا نيقل لي ما شو واحد تقول البعض أنه في تهويل كتير كبير صحيح في نظام اقتصادي نهار في نظام مالي نهار بس بالأخر في ناس بعدها عايش بالبلد في ناس بعدها قدرة وناوية أنه البلد يرسع على نظام اقتصادي جديد تكون هي شريكة فيه البطالة بالبلد فوق الـ 50% الفقر بالبلد الناس اللي تحت خط الفقر فوق الـ 70% كيف بد يمشي البلد اليوم نحن نخينا نحن نرجع شوية اقتصاديا نحكي اليوم أنت عنديك 43 مليار دولار هدر على الكهرباء ما بحاسب حدا هدر لي 43 مليار دولار من مال الشعب اللبناني ما بحاسبه على الحكومات المتعاقب وعلى مجلس النواب اللي كان عم بوافق لأنه نحن نعملش بلا موازنة مظبوط ولا كذا سنين مشينا بلا موازنة مين حاسب أنا نايد شو بقدروا تعاملوا أول شي نايد شغلتوا أنه يحاسب كيف تحاسب فتت على البرلمان وكمان ما أقروا موازنة وشينا على الاسنائة حدا يطلع يحكي كلمة حدا يطلع يحكي كلمة من النواب اللي كانوا بمجلس بصير في كتير كانوا يحكوا ممتاز اليوم أنت أنت اليوم كنائب بالبرلمان هو ممثل للشعب يطلع يصارح الشعب طبعا يقول له عم بيصير واحد اثنين ثلاثة أربع عشر نيابي ما في أسرار ممكنهم عم بيطلعوا يعني حتى التيار الوطن الخارج ممكنهم عم بيطلعوا يقول ما خلونا نعمل هذه الخطط هاي ديما قبل 2018 خلين نقول اليوم نحنا 2018 بانتخابة 2018 ليرتنا بخير اقتصادنا بخير أو متواهمين أنه هو بخير عم نروح ونجي ونأكل ونشرب ونسفر ونأخذ اللي بدنا كل شي كان تمام ما في عنا شي اليوم نحنا ما بوقفنا اليوم ليرتنا بخير والاقتصادنا بخير ولا حياتنا بخير بال2020 كان في كهربا اليوم ما في كهربا كان في ماء اليوم ما في ماء كان في كل الخدمات تقريبا عم بخدي بيروت كان بال2020 ما عنا مش观 Additionally اليوم بازبالي طايف ببيروت مين عم يشيلها مين عم يحاسب ألي ما عم يشيلها مين عم يحاسب المسئول عن إدارة الملفات الخدماتية ببيروت ما حدا ما حدا نهائيا اليوم أنا برجع بقلك نحنا صار فيه هدر فلوس كتير نحنا لو عن جد بدنا نشتغل أنا هارجع حاسب اللي كانوا بالسلطة واللي واحد منهن هو حزب الله اليوم لو عن جد كنا بنشتغل فيه عنا 43 مليار دولار هدر من قبل الدولة وفيه 40 مليار دولار أنا بقدرون جنبون هني اللي الشعب البنان دفعون حق مزوت على مافيات الموتورات أنا بسميها مافيات لأنه شغلي منظمي ما أنا شغلي هيك مبادرة فردية وكل واحد عملي على الموتور لوحده هادي فيه تنظيم حتى صافره النقابة يعني اليوم أنا لو فيه كهرباء من الدولة مافي موتورات اليوم أنا ب83 مليار دولار كم حطت الكهرباء بعمل أنا ببنان لو بدي أعمل لو أنا بدي أعمل بعمل لو اللي حكموا البلد بالسنين الماضية بدوا أن يعملوا بيقدر يعملوا من شانيك أنا كنت عم بقول أنه الموضوع بده قرار وبده إرادة وبده صدق اليوم أنا بدي أكون صادق مع الناس لحد تالي نفذ لبداية أنا بدي مصحة الناس مصحة البلد بدي أولادي يعيشوا بهالبلد مش سوري بهالكلمة معظم الناس اللي حكموا البلد أولادهم برات البلد أنا بدي أشوف مين هيحكم البلد أولادهم عايشين بالبلد عايشين الوجع عايشين أطعى الكهرباء عايشين المزل اللي عم نعيشها أنا بنتي عمره أربع سنين اليوم بتفهم بالكهرباء وبتفهم بالموتور بتفهم بأزان الماء السخنية. بالدولار وبالدولار. يعني هاي دي طفلي عمره اربعة سنين قد ما بتسمعنا عم نحكي فيهن عم نهودس فيهن يعني اليوم الصبح بعدني قبل ما اجلي عنديك. فت بديت حمام. ما في كهرباء. ما في ماء سخنة. ليش? لأن احنا اشتراكنا خمسة عشر امبير من موتور البنية. فمنطف شي لندور شي. هاي دي عيشة اللبناني بدو اياها. بدو يدوي مكوية. بدو يطف الماء السخنة. بدو يدوي مايكرويف. بدو يطف شي تاني. هاي دا كمان ما عم تيجي الكهرباء كل 24 ساعة. اذا اللبناني بدو هالعيشة مبسوط فيها. بس هوني بالموضوع الكهرباء مثلا. ما طرحتوا مثلا افكار لطاقة شمسية ببيروت. يعني اليوم كمان يقول البعض متمول مثل المهندس فؤاد مخصومي. شو قدم مشروع لكل بيروت. لكل اهالي بيروت. مش انه ندقل له لاستيس فؤاد ليمرقلنا مريض من هون على المستشفى يساعدنا بمبلغ من هون. لا يكون كعلى مشروع اللي بأكيد. انا نايف مش شغلته. بس هيدا الغلط كان هو. لماشي فيه من اهم الاشخاص اللي هني يعتبروا من الملياردرية. مزبوط لانه عم ياخدوا محل الدولة بمكان ما. طيب. شو المشروع لقدمه لكل بيروت. انا كرد بتمامية وخمسين مليون دولار اخدونا من البنك الدولي. عم ندفع عليه فوائد بس ما بنستفيد منه. هيدا اخدونا لتحسين الشبكة لان احنا عنا مشكلة بالشبكة فيها هدرة ثلاثين بالمينة. لمحطات ديوم عندك كتير شركات ما استعدة تفوتنا عندك على البلد على طريقة البي او تي. بلد اوبريت ان ترانسفير بس انا بدي اشتو بترانسفير. لان ما بدي اتعمل ترانسفير للقطاع العام. لان القطاع العام اثبت فشلوا بادارة القطاعات. اه وهم من خسخص الادارة وهم من خسخص الاصول يعني من بيع الاصول. ايه بس تكون عم ساهم بزيادة البطان. اذا انا عمالت محطات جديدة. القطاع العام شو بيصير فيهم? اه نجي فيها. هلا بنحكي على الموضوع هيدا. اليوم انت عندك اه الكطاع العام كم موظف فيه? اكتر من نيح. اربعمية اعيه. عم تحكي. ايه. ايه. مع العسكر. اربعمية الشوية. القطاع الخاص بقلبه كان مليون وتلتمية الف. خسر بهالسنتين القطاع الخاص خمسمية الف. وانت بتعرف ان الموظف الكطاع الخاص. وضع بيكون نوعا ما احسن من الموظف الكطاع العام. لانه بيكون في اه. محسوبيت اقل. مش محسوبيت اقل. بيكون في اه يعني اه البزنس بيعطي طابع للمنافسة بينما الدولة ما في منافسة فيها فيها الوصايت وفيها مين بحب يوعد هيكي بشغلة واحدة من عشرين سنة يعني بالنهي الكطاع الخاص هو اللي بيعمل الكطاع العام ما في كطاع عام إذا ما في وراء كطاع خاص يدعمه اليوم الكطاع العام واجبه أو وظيفته هو حماية وخدمة وتنظيم شغل الكطاع الخاص مش بس توظيف عشوائي وتوظيف زبائنة وتوظيف بس لحتى اللي أخد أصوات بالانتخابات مش هايدي هي شغلة الكطاع العام نرجع شوية لموضوع الكهرباء الكهرباء اليوم بكبسة زر بتجي الشركات اللي عندك وبتستثمر وتعطيك كهرباء بعد ستة شهر لسنة بتبالش تجي الكهرباء الجماعة بدون كم شغلة نعملهم نحنا كدولة لبنانية كإصلاحات نحميهم أواشي نحمي إصلاحاتهم نعمل إصلاحات للشبكة واللي هي بتبشي بالتوازي جماعة بيجوا ببالشوا يحطوا المحطات ونحنا بنفس الوقت نعمل تصليحات للشبكة يعني أنه أنا كمان بفضل أنه ما تنعمل عن طريق الدولة تنعمل عن طريق القطاع الخاص وبدون آخر النهار يقدروا يعمل جيباية تتعرف أنه بعد الآن في مناطق ببنانية ما عندها جيباية ضربية غالما أنه بكل المناطق اللي ببنانية ما في صاحب مطر بقول أنا ما حدا بيدفع لي لأنه ما بيدفع له بيقطع عنه المطر شكراً أنا كيف بدي أطع الكهرباء هذا المشروع أدي صار له بالجوارير اللي هو سمارت ميتر العداد الزكية وين هو هذا المشروع؟ أنا العداد الزكية ما بدي روح لعالشقة ولا عالبلي تطع من عندي من المركز وخصة القصة كل دول كل دول إذا بديك هلأ شمال أفريقيا وشارقوسة عم تتجه على البري بايد يعني مثل متل التليفون صارت بتشارجي عندي كهرباء التشريج تبعي خص التشريج متطرر تشارجي أنا أمسك سؤال في منطق لبناني ما بتفع فتورت التليفون الموبايل لا ليه؟ لأنه في فكرة أنه بين قطاع الأخير شكراً بدنا نمشي بنفس الشيء بالكهرباء اليوم ما فينا أنا خلي واحد لبناني تفع فتورت واحد تاني لبناني هل هذا من العدل؟ هل هذا من الإنصاف بين اللبنانيين؟ اليوم أنا بدي أطور نحن كمان أحد أهم الأشياء ببرنامجنا هو الحكومة الإلكترونية بس حتى يعني المشكل بالكهرباء وأنه حتى فوترت الكهرباء يعني الوات كيلوات كان كيف عم بيصير تسايرته أنه في مشكل كمان أنه نحن وقفنا التسايرة بوقت أنه صار الفرق شيسع وكبير كنا عم نحكي على 9 سنة نقول يا جماعة حينهر القطاع أنت اليوم كالبناني عم تدفع تقريباً 30 سنة إذا بتجمعيها بين بعضها عم تدفع تقريباً 30 سنة اليوم أنت فيك تبيع الكهرباء وتربح الشركة اللي عم بيعك الكهرباء على 18-19 سنة يعني أنت أول شيء وفرت 30 بالمئة من فاتورة على أي لبناني عايش على الأرض لبنانية اللي عم بياخد 5 أمبار اللي عم بياخد 10 أمبار اللي عم بياخد 20 أمبار كله واحد على قد حجمه نزلت فاتورة 30 بالمئة لأنه بطر في مطرات هنا عم تحكي لأنه بأكيد يعني عم تقللهم فل كباسيتي من الكهرباء وأنه عم بدي دار نرايح على الفيول كمان اللي هو المزوت واللي هو عم بيلوّس وعم بيعمل مصايب الدنيا أنا في عندي كذا خيار تاني منهن الغاز الطبيعي منهن الشمس منهن الهواء طاقة البديلة كلها ممكن استثمار ليه أنا اليوم إذا عندي أرد كبيرة بالإبقاع ما في نركب سولر فارم وبيع كهرباء بعد اليوم القوانين ما أنا جاهزة نحنا كنا أول دولة بالشر الأوسط بكل شيء اليوم نحنا صرنا آخر دولة بالشر الأوسط بالعالم نحنا اليوم بيننا وبين الأردن خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة إذا ما أكتر بالطاقة البديلة ليه من قلة مهنسين من قلة خبرات لا من قلة إدارة عامة من الدولة وقلة قرارات أنا حضرتك من هالخبرات مفروض نستثمرها يعني بدخولك إلى البرلمان بمشاريع عوانين أنا نقطة ببحر الخبرات الموجودة بلبنان نحنا لبنانية عمرنا نصف العالم نحنا لبنانية عمرنا نصف العالم شوف اللبنانية قدلش نشحين بره ليش ما عم بينجحوا هون من وراء لبنان ما هو ذاته لبنان عم بيطلع لبرة عم بينجح عم بيجي بلبنان بيفشار أنا شركات ببرة أنجح من شركات بلبنان لبنان كل يوم عنا موجة ساعة فوق ساعة تحت ساعة منكون ماشي حالنا ساعة مننزل بديون ساعة بيطلعوا للك قرارات بيخربوا لك الدنيا فيها نحنا بها ثلاثة سنين الله بيعلم كيف الشركات ماشي والله يعني كل شهر عنا هام كيف نطلع عن معاشات ساعة لولار ساعة دولار ساعة بيطلع ساعة بيطلع ساعة أنتو جيبوا لبنانة على البانك مسلا منشي ثلاثة شهر بيحكيني واحد من ممكن بيقول لي السيد ما بقى فينا ناخد شكات إذا بدك جب لي كاش لأدفع لك لموظفينك قلت له حبيل ما أنا بتجيب لك كاش ليه بدي يزل الموظف طبع على بابك ما بقعطيهم بإيده وخصت القصة شو بدي فيك أنت كبانك فاليوم نحن لايكي وانصرنا اليوم أصحاب شوية جلبة ما يفكروا كيف يطوروا شركاتهم وكيف يزيدوا البيزنس سابعهم وكيف يوظفوا ناس جديدة صاروا عم بفكروا كيف يهربوا من حقل الألغام اللي عم ينزرع قدامهم عم بيحكيك على كل قطاع الخاص عم بيعاني به المعاناة هذه بختم شو ما شو عكب تغريد لما زنشبارو يتبر فيها بأن لمن يقول أن حزب الله هو جزء من المشكلة نقول أن حزب الله هو الأساس سلاحهم غير الشرعي يحمي فسادهم وفساد حلفائهم ومنظومتهم ويمنع المساءلة والمحاسبة والقيام وطن صوتوا ضدهم هذه التصحيح هذه التصحيح مش تويت لها أنا ريتويت هذه لأستاذ فؤاد وضد حلفائهم ايه مضبوط ريتويت عامل شو مشروعك من بعد ما هالريتويت اللي عملتها شو مشروعك لإقناع الناخب الشيعي بالتصويت للائحة بيروت بدال إذا عاش في البلد ما يصوت لبيروت ودقلب إذا هو مرتاح والوضع الحالي إذا حيك عم توجه له الشيعي والسنة والمرونة والروم كلهم كلهم موجوعين وجعنا واحد الوجع لا له دين بس كأن المسؤولية كلها عم تتحمل فقط لحزب الله هل أنه هيدا بدغدر المشاعر المذهبية حالك لا 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 عند جمهور وعند أهيلي بيروت يعني أنا أكتر واحد ضد شيء اسمه ومش مذهبية اسمها طائفية سياسية خلان سميها بإسمها لأنه أنا والله أجي أفرض مذهبي بالقوة على العالم أنا شو مشكلتي مع حزب الله بلشنا فيها بأول حديث أول شيء الاستقواء بفائد الكوة على اللبنانيين اللي هن أخواته وشركاء قبل وطن بدنا نعرف أنه لا نحن فيه نلغي حد ولا حدا فيه نلغينا اليوم اللبنانيين بدنا نعيشوا مع بعضهم قدر لهالبلد أن يكون في 18 طائف كل هالمعارك لنخادت مع حزب الله من 2005 أو حتى من 2000 بلشت فينا أقول لحد اليوم أنه ما نزع صلاح حزب الله مثل الريع على الحاج والناس يجعون شوها الشعار اللي هو ديمو ديم بس أنه يلا عم تغذر مشاعر أهل بيروت ونهاجم حزب الله أنه كل شيء فيه بالبلد بس صارت الإطلالات عم تكون مكتصرة على الخصوم على حزب الله أنه عنده صلاح وهو يتحمل مسؤولية يمكن أن أقل واحد حكيت عن موضوع أنا ولا إطلالي مين أكتر واحد حكي عن موضوع السؤال مخصوص رئيس اللايحة كتير لواحة عم تحكي لأنه هو عن جد مشكلة اليوم ما بدنا نتخبر بس هو المشكلة وجود الحزب يعني اليوم بإنهيار مالي بمنظومة هالقد كانت متماسكة ماليا وقتصاديا طبعا طبعا أنا حليك سؤال يمكن هو منه مشارك بالفساد بس ألم يحمل فساد كيف يعني يحمل فساد حليك الشغل اليوم التهريب اللي صار على الحدود اللبنانية السورية مين كان حامي؟ بس حزب الله يقول أنا ما قالي بالتهريب وأنه شبكة التهريب خلي الجيش اللبناني كان يوقفه ما يفي على الحدود اليوم في مؤسسات أمنية يجب أن تكون هي ساهرة على ملع التهريب معنا وياك نعرف شعن بصير يعني اليوم أنت اليوم في حزب فارد سلطه وسيطرته على كتير محلات وعلى مفاصل كتير مهمة بالدولة اليوم نحنا ما فين تخبار ممكن عم يحمي مثلا الحاكم مصر في لبنان يمكن يمكن خلنا حكي بالجمارك ليش بنا نروح لحاكم مصر حاكم مصر في لبنان اليوم اللي هو كان عم يمشي بسياسات الدعم والكل اللي عم بيقل له أنه ما تمشي بسياسات الدعم وهذه الأموال الموضعين مين الجهة اللي عم تحمي حزب الله ليه ما حد أن أقالوا لحاكم مصر الدعم مين منع إقالة حاكم مصر في لبنان برأي المستفدين لهن مين كلهم سواء كان رئيس حكومة سعد الحريري أو رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة أو البطري يارك الرعي حتى تدخل ليه ما بتهجمون الآدمة الآدمة فيهم قبل الفاسد الآدمة اللي موجود بيناتهم قبل الفاسد لأنه ساكت عن الحق شيطان الأخرس الآدمة اللي قاعد بيناتهم وعرفين شو عم بصير وعرفين أن الشعب الليبنان عم بيننهب وعم بينسرق وعم تدهور أحواله وساكت أسوأ من اللي عم بيسرق طيب بس مثلا أنا نائب فؤاد مخزومي كان بيناتهم بمجلس النواب بكل هالفترة شو قدر يعمل شو قدر يعمل ما استقال حتى بانتجار أربع آب ما استقال ما كان من النواب اللي استقالوا من النواب اللي قدوا من أهيلي بيروك تأييروا لأنه في وجهتين نظر لأنه فيها وجهتين نظر أنا حاليك شغلي اليوم أنت فيك تعترض دي من جوا فيك تعترض دي من بره اليوم فؤاد المخزومي إجاب 2018 بعد منها بفترة بسيطة صار الثورة الثورة اللي استغلت بطريقة اليوم اللي بدو يهرب مصرية وهربها والعالم نيمع عساس أنه هيدا فتحت لابنوكي بعد 18 يوم على نظام مالي مختلف كليا اللي نحن تعودنا عليه بعد من نفتنا بكورونا بعد من نفتنا بتعطيل بعد من نفتنا بلا حكومة صح ولا وهو نيب واحد بالبرلمان شو بدي يعمل اليوم نحنا فينا نلوم كتير لورا بس خلصنا اليوم نحنا بدنا نطلع لقدام مش معناية نحاسب أو ما نحاسب اللي سرقونا لا بدو يتحاسبوا لأنه أنا اليوم كتير ناس عم تقول نحنا شو برنامجنا لإستعادة الأموال منهوبة اليوم هيدول حق الناس أنا بسأل الدولة اللبنانية المتعاقبة من سنة 92 لليوم 150 مليار دولار لما يتقوم من الشعب اللبنان ضرائب ما بنحكي عن مصريات البلدية وهتا بس عم نحكي ضرائب 150 مليار دولار زائد 100 مليار دولار ودائعة بخرت 250 مليار دولار حدا يعطينا كشف حساب كيف صرفهم كيف يكن تسترجعون بجوoggوا يعطينا كشف حساب كيف صرفهم أنا اليوم عندي شركة كيف يكن تسترجعون يعني اليوم ن Blai أنا بدي تسهوت لهم أول شيء أول مدخل أول مدخل التي أسترجعون أنه يكون عندنا النية نسترجعون هذا أول شيء يكون عندنا النية نسترجعون تاني شيء موضوع يكتر بسيغة الحالية ينفح للشعب للبناني وأبراء ذمة الدولة والمصارف مصرف المركزي من حوق الناس اليوم حدا قال انه هيدا لازم يتطبق مع معفو راجعي لا ما بدوا يطبقوا معفو راجعي لانه هني هربوا خلصوا هني يطلعوا حالوا بره الناس عم بتقول لازم يجرع على 17-20 أول 2018 انا بقول لهم لا سوريا 2016 انا بقول لهم لا رجعوا لواحد واحد 2016 لانه كان ناس شام ريحة الخبرية وبلش يتهرب رجعوا لواحد واحد 2016 وشوفوا كل الأموال اللي تلاقي برات البنية ونحن عنا سوفت يعني القرش معروف وين راح وكيف اجا ولا مين ومن مين اليوم في سوفت فتحوه وقلونا مين الأسماء اللي طلعت هيدا واحد اثنين عنا موضوع نفي الملكي انا اليوم فين روح الدولة العقارية كعية مواطن لبناني وبفوت بقول بدي فلان وفلان 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 شو عمدوا عقارة خلال 10-15 سنة ورا اذا انا اليوم موظف بالدولة بقابة 3-4 مليون ليرة يعني انجا يكافوني لحتى العيش عيشي كريمة منين صار عندي عشر بنيات منين صار عندي عشر ايقارات منين نين 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 هوني من اينا لك هذا نحنا عنا يا القانون يطبقوا نحنا اليوم برجع بقلك الشغل اللي كلها يتسهل هو وحياتك بكبسة زر هالبلد بيزبط بس بدك ناس عن جال تكون صادقة ناس مش جاية لتعبج جيوبها ناس همها البلد وهمها مستقبل ولادة بهالبلد وكل شي بتصلح نحنا اليوم البلد بدو شغلي واحدة بس قرار صدق وإرادة التنفيذ غير هيك ما بدو رح تابع معك بعد الفصل اللي علينا انتبهوا جيدا ولذلك أحزر وأنبه من خطورة الانتناع عن المشاركة في الانتخابات ومن خطورة انتخاب الفاسدين السيئين لأن الانتناع عن المشاركة في الانتخابات هو الوصفة السحرية لوصول الفاسدين السيئين إلى السلطة وإن تقرار الأخطاء جريمة هذه كانت في خطبة عيد الفطر المبارك لمفتئة الجمهورية اللبنانية وكان لافتا بين الحضور عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين من ضمنهم أكيد الأستاذ فؤاد مخصومي من ضمنهم رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي من ضمنهم الرئيس فؤاد السنيورة وبعد هذه الخطبة كان يعني الليفت أنه كانوا يسمعوا هذا الكلام بالنسبة لتحذير المفتي من إعادة انتخاب الفاسدين في لبنان هل تعتبر أن هذا إيسان ميقاتي والسنيورة من هؤلاء الفاسدين خلاني أخذها بطريقة تانية كانوا مشاركين بالحكم أي ولا لا بهالفترة الماضية هن الحكم نانتهم كانوا رؤسة حكومة بهالفترة لو نشوف الليفتة جدا يعني أنا مرشح دكتور خالد إباني قاعد حد المرشح فؤاد مخزومي بين الفؤادين يعني كان بده قلب يحمل إذا لك برجع أنا قلتلك بغض نظر إذا كانوا فاسدين أو غير فاسدين أي شخص شارك بهالحكم قلتلك أنا قبل الفاسد اللي كان شايف الفساد عم يمرق على الشعب اللبناني وشايف الشعب اللي عم بينسرق يعني يعني كله يعني من بعد هالخطبة راحوا معنا كمان عم نشوف صورة إلى ضريح الرئيس شهيد رفيق الحريري راح المفتي مع رئيس فؤاد السانيورة والرئيس نجيب ميقاتي كله هالخطبة طب لمن يتوجه سماحة المفتي بهذه الخطبة كله هالخطبة للشعب اللي لا بس لما تطلعت أم المصليين وتقول كلمتك تكون ما سمعت كل الطائفة اللي بتتبعك بتسمع لك بتقول لهم لا تنتخبوا الفاسدين السيئين وتروح تحط عيمينك وعشمالك اتنين رؤساء حكومي أقل ما يقال فيهم أنه الناس بتحملهم جزء كتير كبير من مسؤولية ما وصل إليه البلد شو بيكون بيسمعوا كلمة المفتي ولا لا بتقول لهم للناس أنا اليوم بالنسبة عليه أكيد بدني يسمعوا كلمة المفتي لأنه تعبوا لأنه جاعوا بس المفتي لطالما أيد هؤلاء السياسيين لطالما كان دار الفتوى ما في غير دكتور حسان دياب أسقطوا عليه الحرم يعني حرام بس جاءت ما بقى كانوا أبوي أنا ماني معها السياسي هايدي بالبلد أنه اليوم المفتي بيخاف على موقع رئاس الحكومة مثل ما البترك بيخاف على موقع رئاس رئاس الجمهورية اليوم نحنا أنا ياريت بوصل لمحل ما بقى نخاف على مواقع رئاسية إذا كانت عمشتل غلط ونحن بيدنا نهدى بس من يحمايه هاي دون مواقع مش الدين رجال الدين هل هالشي صح؟ يعني أنا ماني معه يعني اليوم لما يخرج المفتي على الناس عم بيقلهم لا تنتخبوا الفاسدين السيئين وهو بيخد معه رئيسين حكومة بأسوأ مراحل من عمر لبنان أنا ما بيخده بهالاتجاب أنا بيوقف عن كلام تقول أنا أخرج عن طوع المفتي أنا بيخده بالكلام اللي قالوا على المنبر يوم خطبة العيد وقال للناس نزلوا أول شي نتخبوا بكسافة حتى مع غير كون ياخد قرار كون عن كون اثنين نزلوا نتخبوا نضاف اللي انتوا بتشوفوا فيهم أمل أنوا يصلحوا هالبلد مش الفاسدين اللي انتوا أصلا تعرفون من هو اللي نضاف اللي فتحت لهم دار الفتوى أبوابه بغض نظر دكتور حسان ديابي أنه لم يكن من النادي أقفلت الأبواب بوجه ليش ما في حدا بيطلع بعلي الصوت هل أدت خافه من الصوت ليش عم تقولي ليش عم تقولي أنه أغلط الأبواب بوجه أنا ورئيس حكومة ما قبلوا يستقبلوا أنا اليوم أنا اليوم بدي إليك شغلي أنا اليوم ليه أنا بدي هلهمي أنا كرئيس حكومة أنه زور دار الفتوى أو ما زور دار الفتوى ولهم ولهم إدارة البلد بدت وشره الناس كي في صوته مين لقد أنه حدا يوقف ساعد مين بمين لأنه اليوم هيدا صار نداء شعبي ما بقى نداء حكومي وغير حكومي اليوم هيدا نداء شعبي نحن خلص غرقنا يا جماعة بدكن تعملوا شيئا شعب لبناني خطبة سماحة المفتي ممتاز جدا وعفكرة بس هل تقول اسمعوا أقوى لهم ولا تفعلوا أفعالهم عن رجال الدين ليه بنا نفوت بهذا الزوريب اليوم قال كلمته على المنبر ما أنه مستحفية قال كلمته على المنبر وعن بواجهة لك السلطة الدينية مسؤولية موازية للسلطة السياسية واستفادة السلطة الدينية من الوضع المالي والاقتصادي كانت توازي استفادة السلطات السياسية أنا حقلك من الإسلام بقية من القرآن أن خير من استأجارتها القوي والأمين ما بيقلك مسلم ما بيقلك مسيحي ما بيقلك بوزة ما بيقلك ملحد من دون دين بيقلك قوي أمين يعني أنت بدك تستأجري حدا يشتغل عندك أو يدير أمورك بده يكون عنده قوة يعني كفاءة خبرة وعنده أمانة اللي كنت عملك يوم بأول حلقة أنه صدق خبرة وإرادة تنفيذ اليوم نحن سمحت المفتي أنا ضد أي تدخل من أي أطراف بإدارة شؤون البلد داخليه ولا خارجيه اليوم أنت تصوري عندك شركة أوكي هالشركة فيها مساهمين المساهمين انتخبوا مجلس إدارة مجلس إدارة عين إدارة إذا كل واحد يتدخل بشغل تاني هالشركة فتمشي إذا كل واحد بفيق الصبح على أملاءاته بنام عشية على أملاءات هذه الشركة فتمشي هل ينشبه هالدولة أو الكطاع العام بالكطاع الخاص شو اللي بينجح الكطاع الخاص هل تدعوا لعدم تدخل رجال دين بالسياسة؟ عدم تدخل أصحاب الشركة أوقات عدم تدخل رجال دين بالسياسة؟ طبعا لأنه في مراحل كتير كان تدخل رجال دين بإدارة الدولة خاطئ شعار كلهم يعني كلهم يشمل السلطات الدينية؟ بإدارة البلد؟ بالفساد كلهم لاستشرب البلد إذا كانوا موجودين كيف يديروا أوقافهم؟ هذا ملف كبير يعني بتعتبر شعار كلهم يعني كلهم يشملهم يشمل السلطات الدينية أكيد اليوم نحنا أنا بدي سأكي سؤال ويمكن هلأ في ناس حتزعل مني حكي اللي عم بحكي الأوقاف السنية بلبنان هي من أغنى الأوقاف والطايف السنية بلبنان هي من أفكار الطواف هل هالشي مضبوط؟ مين عم بيدير الأوقاف السنية؟ نحنا سنة اليوم نحنا عم نحكي هم مخص حزب الله هون طرح لا هم مخص حزب الله أنا اليوم بس أنا عم بحكي سنة و سنة و ثلاثة و أربعة و خمسة بظلني ساكت وماشي بنفس الطريق أنت عندك شركة جبتيني أنا مدير أول سنة خسرتك تاني سنة خسرتك بتخليني ولا بتشيريني تحطي واحد تاني أكفأ مني إذن بنتقل بتصريح لرئيس ليحدكم المهندس فؤاد مخزومي يعلن فيه بأن اللائحة هي من رائحته من رحم ثورة 17-20 بالنسبة لانتفاضة 17-20 ألا تعتبر لائحتكم من من يحاول أن يركب موجة 17-20 لا التاريخ بيشهد يعني نحنا من أوقات ما بلشت الثورة نزلنا على الأرض في مننا استمر بالحركة على الأرض وفي مننا استمر بالحركة الثقافية لأنه نحنا كنا عمشتوا على الأمور الثقافية بالثورة ثورة فيزيائية من دون ما تواكبها ثورة ثقافية كنتوا بالسلطة موجودين مين؟ بقلب الحكومات بقلب المجلس النواب كنتوا موجودين واحد بتسمية رئيس الحكومية شاركته واحد طيب شخصص ما خصص شخص ما هو بمثل نهجكم مفروض مين؟ فؤاد مخزومي رئيس اللائحة أواشي يعني ليه بتكون تنزلوا على ثورة أنتوا تعتبروا جزء موجود بالبرلمان ممثلين عبد الفؤاد مخزومي هذا نحجو كان شخص الشخص أول شيء أول شيء نحن العشر أشخاص ولا واحد مننا بحزب الحوار نحن أصدقاء مع أستاذ فؤاد مخزومي نعرف بعضنا من السنين بيعرف كفاءاتنا وبيعرف كل واحد مننا شو عنده حيثية على الأرض بس ولا واحد مننا ماشي على العمياني ولا لا أستاذ فؤاد هذا واحد أستاذ فؤاد لم يشارك بالسلطة هو نائب برلمان لبنان هو عم بيعترض كان عم بيوقف مشاريع آخر الكابلة الكنترول كان عم بيحضر كل الجلسات كان عم بيحضر كل الجلسات تسعين تلتسع وثمين من معظمة عم أنه في كتير نواب كانوا منتخبين لنقبل الشعب اللبناني وكان عندهم أمانة التمثيل ما كانوا عم بيحضروا الجلسات كان عم بيصوت لما فيه مصلحة الشعب اللبناني لما سمى رئيس حكومة هو سمى نواف سلام ما سمى لا دكتور حسان دياب ولا سمى ناجم مئاته بس قبل الثورة سمى رئيس سعد الحريري اوكي وان مشتة واذا سمى هل نحنا كان فيه خلاف أو عداوة بين سعد الحريري نحنا ايه بس اذا هو بده يكون ضد هذا النهج القائم كان لازم يكون ضد النهج كله لا فيه فرق بين انا سميت وبده ارجع حاسب بعدين هو حاسب وفرق بين انا سميت لانه انا لازم سمي وقبصم على العمياني بيصورة لحضرتك مع بعد شو بدك تقوله اذا وصلت الفكرة اذا وصلت الفكرة ما نكمل فيها لا توضر ايه بدي اقوله ان احنا نكمل على سبعة عشرين العشرة اللي موجودين بالليحة كلهم شاركوا بسبعة عشرين انا واحد من هون الفات السبع لنا حمدان كلهم كانوا بالشارع عبدالطيف عيتاني اسم الله عليه يعني من من سكور الثورة اه فيه ناس ضالت قاعدة على الارض وفيه ناس طلعت من الارض اشتغلت اشياء تانية ما بيانتوا انا لانه انا كانت مثلا بالاسبوع عندي محاضرتين تلاتة عم بعملات توعية الناس واجباتهم ما بيعرف حقه لازم يعرف حقه ولا يطالب فيه اليوم ناس هلا هلا بوفاة انتخابات تقول لي بكرة بس تطلع اذا عازنا ندوى ولا عازنا فوتى على المستشفى حتساعدنا قلت له حبيبي ان النايب ما شغلت يفوتك على المستشفى هيدا حقك المقدس من الدولة تأملك الاستشفاء والطبيب والعلم عملي هالنظام وانا بمشي فيه بس مش يكون نظام اعواج وتقولولي هلا نحنا تدربوا مننا تقولولنا نرح مش شغلة النايب هيدا نظام ما بديك سميه اقطاعية سياسية طائفية سياسية زعامات مافيات واللي ستبتدائش لحتى يضل الشعب على باب الزعيم لانه اذا الزعيم الشعب ما بقى عايزه ما بقى فيش اسمه زعيم نحنا مع دولة المؤسسات قبل ما نوصل لهون لرفض مساعدة الناس وهو شيء اكيد غلط في شيء لازم يكون فيه اساسا بطاقة صحية للعالم طبعا بطاقة اليوم تمويلية للناس انا ضدك بهذا بطاقة انتخابية طيب بسيما انا موجودة لا صارت قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات تمويل فيه عالم فيه طبقات اجتماعية لابد انه يتأمن له اسليب الصمود ريسه ما يرجع يوقف النظام على اجريه هذا ما عم بسير هذا ما احكيناه ميران وتكرم مع كذا رئيس حكومة انه اليوم انت حل البطاقة التنولية او حل دعم الشعب اللبناني هو المفوض يكون حل مؤقت لحتى يرجع الشعب اللبناني يوقف على اجريه نحن همنا انه نقويل القوة الشرائية تبعت الليرة تبعيته لحتى اللي يعيش بكرامي بهذه الصورة منشوف مازل انشباره مع السفير السعودي وذلك اثناء زخوري يمكن صح عند فؤاد مخزومي استيس فؤاد مخزومي بالنسبة للسفارة السعودية في لبنان هل حصلتم على دعم مباشر للقيحتكم السفير السعودي في لبنان ان حركته على مسافة واحدة من كل الافريقاء بس اسناء الفاسدين يعني حديثه واضح جدا بدنا ناس نضاف بدنا وجوه جديدة بدنا حدا نعرف نشتغل معه صح نحنا مستعدين ندعم البلد مستعدين ندعم الشعب اللبناني بس منا مستعدين ندعم اي فاسد او واحد عليه هل قدي شبه بالفساد عزاد ايه هيدا حديث هذا حديث اللي هني بتسمون كلهم يعني كلهم رؤساء الاحزاب سمير الجعجع وليد جنبلال فؤاد السانورة مين كان فيه كلهم رأيتنا انت عم تحكي عن زيارته كيف يعني عم يدعمل لغير فاسدين انا عملك شو حكينا نحنا بالسحور حكينا انه اليوم هو على استعداد كمملكة واصلا المملكة بحياته وقف الدعم على اللبنان والشعب اللبناني بكفة اللبنانيين اللي عايشين بالخليج وعن بعتونا هالفلوس للبلد انا عم بشتغلوا هونيك ايه بنظبط مكروا ما عم بياخدوه ايه بس الخليج مستقبلون مثل ومثل مواطنين وعندو نحوقون وعندو كرامتون وعندو كرامتون وعندو مش بيكدوا العالم مش بيكدوا العالم صدقيني انت اليوم لحظة هني اخدوه انا عاشت للسودية عاش سنين انا عاشت للسودية عاش سنين بس انتوا ما كنتوا نافعين وروحتوا تصدقوا عليكم بهذه الدول يعني ولا كنتوا نافعين واخدوكم بناء انا عشهداتكم بس انا حالك شغلك وخبراتكم بس انا بس في فرق بين تكوني عايشة ببلد حاسي حالك انت غريبة وفرق بين عايشة ببلد حاسي حالك انت متلك متل مواطن ما بتسيح عنه سانتك بكل شيء لبناني بامريكا ما بحث حاله كمان ذات شيء واللبناني بأوروبا واللبناني بأسيا تحسسون لو انت اذا اوروبية اذا انت اليوم لبناني رحتي على اوروبا ما فيك تشتغل مثل اوروبا ما فيك تشتغل بنفس ما عندك نفس الحرية لان 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 عندك ضرائب مختلفة عندك قيود على تقسي الشركات عندك عندك بالخليج كيف تفتغل بالخليج مثلك متل السعودي أنا عاملك انا اساس شركي بالخليج ايه سدقيني كانت اسهل من السعودي من دون كفيل من دون كفيل رحت على كنت مؤسسة بهذه السمار ايه سنه بالألفين وأربعة عالفين وخمسة بس يابا في الناس راحت على الخليج وأسست شركات وبالآخر طلعت بلا ولا فرانك لأنه الخليج هو بيبقى من المواطنين لا مش مظبوط لا مش مظبوط أنا حالي بيبقى غلط بينتهي غلط بيبقى غلط بينتهي غلط لأنا بدي فوت أنا بموضوع أنه حطت شركة باسم سعودة لحتى الاهر من الضرائب معلشي هنا أنا مبلش بالغلط مش السعودة اللي مبلش معي بالغلط أنا حطيت حالي تحت رزق بس ومش في الزمية كان بفترة وفي بعض بلدان الخليجين بلا أنه يكون الشريك الأساسي هو الكفيل الكفيل بده يكون 49 و50 كان هذا النظام بس الجماعة عم يتقدموا فتحوا للأجانب يستسلموا هلأ عم نحكي نحنا كمان أنه فكرة دايما أنه نمنن العالم أنكم أنتم بتشتغلوا بالخال العمل هو لو أينما كنت تتعامل أنت بالمقادة راتب يعني مفحدة تاني أنه أنا عم شغلك اليوم نحنا إذا اليوم أنا وظفت شخص عندي بالشركة بمنو أنا أنا وظفته ما فيه احتكار رأي السياسي ليش مين بالخليج اليوم بالخيجهم فيه الشيعي والسني والمسيحي مين يسترجع عبر عن رأيه إذا مش سياسي رأيه أنا بحكي عن أيام أنا كنت فيها ما كنا حدا نجي في وزيرين استقالوا من وراء تعبير عن رأيه رأيه بكل معنى الكلمة فيه دكتور اختفى بليلي معرفنا الشيء غير فجأة لبنان لأ كمان بدنا نكون منطقيين نحنا بس بدنا نحكي كمان ما يدلو اللبنان يحس حاله أنه مواطن درجتاني أنا بس أكس سؤال علم أنه أنا ما بأيدي باللي عم تحكي بس أنا أحس أكس سؤال عندك لوحة آآ فنية روعة أوكي وفيه عندك نقطة صودة بأخرة بتنسي اللوحة كلها ما حد أقل من أنسى بس كمان ما فينا ندلنا أنا اليوم أنا اليوم ده الدول فتحت بوابة وفتحت لكم فرص عمل وبتعوه السلسمر وقد ما بتكون وبتعوه منه بتكون نياه وعلم أنه كان فيه اجتمام مع السفير كمان مع العشرة الكبار المستثمرين لبنانيين بالمملكة اليوم أنا فتحت لك كل بلاتفورم تبعيتي وتعي استفيدي وصحتين على قلبيك وما عليك الضرائب انتبهي الضرائب هلأ عن جيد صارت بالسعودية بالأول ما كان فيه ضرائب كنا ندفع مثلا مثل السعودية هلأ صارت عم يهربوا المستثمرين رجاء ليه؟ وعكسي على السعودية بالاسمار لأن اليوم جو السعودية بالاسمار مأمنت لك الأمن والأمان والقضاء المستقل بفيديو جديد فردخل إلى هذه السيدة التي تقول أبدي المعاش قبل خاني أبديك بس أبديك مليونين ومثلين واردين لحظة لا يا حبيبي أكلين علي شهر كصمم بدين الله إذا بتاكلوا علي فراند لشر شقكم أنا أبضت 4 مليون و300 وأكلين علي شهر لا يا حبيبي أوكي أنا طالعة لعندا الشغلة مش سر أو حرام يعني بالشوم عليكم بالنسبة بالنسبة الاتهام بعض العاملين في مؤسسة مخزومي له بعدم دفع مستحقاتهم واتعابهم كلمة بعض كبيرة ما مقصد لأنه هي هذه الحادثة ومبيني محضرة حالة فاتي مجهز الكاميرا وفاتي لتعمل مشكلة بأي مؤسسة اللي كانت بأي مؤسسة اللي كانت الخطأ وارد بس هلا بعالجت الخطأ به طريقة هولا بروح لأنا اللي نقول عندي خطأ مع فلان وما قدر يحلل ليه بروح للمسؤول عنه ما حلل ليه بروح لليه أعلى منه آخر نهار بقى تنحل بس ما بيجي بيشتغل بها الطريقة هادي اللي هي صورة يعني بييني من الأول محضرة حالة تعمل هالوصة هادي وتعمل نحن هلا بمعركة انتخابية كل شيء للأسف مسموح يعني أنا ما بحطة غير بدومن إطار بس هل صحيح بصير في دفع أموال من قبل لكم بتعرضوا على التلفونات للعالم تسألون إذا بينتخبوا فؤاد مخصومي أنا حالي شغلي أنا بيجيني عروض بيجيني عروض أحد العروض أنه أستاذ أنا عندي ألفين صوت عندك ألفين صوت نزال أنت عدت نيابي شو بدك فين أديها بيقلولك وبكرر وبقول ميرانا وتكرارا لأي شخص حاطب رأسه يقبض من أي مرشح اللي حيشريك اليوم بهالأد حيبيعك يونه بدمك بعدين يعني اليوم نحنا اللي حيقبض اليوم لنقول مثلا كانت بالأول تسعيرها مئة دولار لنقول مئة دولار اليوم هل مئة دولار حيدفعها من دمه ومن أولاده ومن كرامته عم تدفعوا نقليات مثل ما عم ينقل اللي هنه مهزم أهالي بيروت خارج بيروت صحي هل مظبوط عم تعرضوا عليهم أنه تدفعوا لهم سبعمية وخمسين ألف بنزين ما عندي كثير المعلومات تابعة المكانة الانتخابية بس أنه هذا يعتبر رشوي ليه رشوي هيدا يعتبر رشوي هم تدفع سبعمية وخمسين ضمن سقف الأنفاق الانتخابي ليش بدي يكون رشوي ما بتعتبر أنه بونية البنزين رشوي ليه بدي يعتبرها رشوي ندخل إلى تقرير للزميل نعيم برجاوي عن بيروت كلما اقترب الخامس عشر من أيار كثرت اللافتات المؤيدة لتيار المستقبل في بيروت والداعية إلى مقاطعة الانتخابات إلا أن موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف داريان جاء مغايرا في خطبة عيد الفطر حيث حذر من المقاطعة وحث الناخبين على الاكتراع ليس بالمضمون وحسب حتى بالشكل محيط المفتي عن يمينه ويساره بمرشحين عن دائرة بيروت الثانية من عدة لوائح متنافسة داريان الذي جمعته عدة لقاءات بالسفير السعودي وليد بخاري في الأونة الأخيرة جاءت مواقفه بعكس التيار الحريري وخلافا لعام 2018 وهكذا ستحتدم المنافسة في بيروت الثانية بين عشر لوائح ثلاث منها يطمح لملء فراغ المستقبل ويرفع شعار رفض هيمنة السلاح لمواجهة لائحة قوة ماني أذار أما جمعية المشاريع فتخود الانتخابات بلائحة منفردة بعدما فكت تحالوفها مع حزب الله بهذه الانتخابات على صعيد قوة التغيير والمستقلين انبثقة خمس لوائح واحدة منها فقط استطاعت جمع وجوه بارزة من قوى المعارضة قدي حزوزكم مش هيك تلمي بالتقرير مش مضبوطة انه فكت تحالوفها مع حزب الله لا هي ما فكت تحالوفها هني عم بينعبوها لعبين انتخابية انه حتى اللي قدر يستفيدوا من كسر الحاصل اذا صار موامل 2018 فهي مش فكت تحالوف انه بعضهم متحالفين انه بعضهم متحالفين بس عام يلعبوا على يحط الحاصل ونستفيدوا منه لانه اليوم نحنا انتخاباتي لعبة مكانة وارقام حزوزكم قدي حزوزنا هالمرة قدي بتقول بتجيب ليحة فؤاد مخزومية ليحة بيروت بدعال في رئاسة فؤاد مخزومية اليوم نحنا عنا ثلاثة وشوي اكتر من ثلاثة حواصل يعني بتقول اليوم نحنا عنا ثلاثة وشوي بحسب ارقام هذه ارقام بالاخير ممكن تكون صاح ممكن يكون فيها غلط بس الارقام اللي عم تدوى اليوم انه عنا ثلاثة وشوي وعم نطمح للرابع والخامس ان شاء الله بوعي البيارتي يطلوا على سيفياتنا يطلوا على بروفايلنا يطلوا على نظافة كفنا يطلوا انه كل واحد سور يعني ما حدا مننا عايزوا يصلى هون يعني اخر نهار ونحنا عارفين فايتين على كتلة نار ماننا فايتين والله هاي كازدورة وشمت هوا نحنا فايتين على هم كتير كبير ان شاء الله نقدر نغير والتغيير اكيد ما بيصير كمان بلايري وضحاها بده وقت وبدون يصبروا معنا الشعب اللبناني بس اهم شي نحنا كل ايتنا قايرين هون حاسبونا حاسبونا وحاسبوا كل اللي انتخبتوهم اليوم نحنا عدم موجود الحساب بالبلد هو اللي وصلنا لهون مازل نشبارو صوتك التفضيلي بصوتك التفضيلي بين خيارين اللي واق شميل السيد الرئيس نبيه بري اذا وصلت الى ندولة البرلمانية لمن صوتك التفضيلي كرئيس لمجلس النواب المقبل ولا واحد شو بتصوت بدي حدا جديد ورقة بيضة بدي حدا جديد طايف الشعي الكريم ما في حدا جديد ما فيه وجوه جديد ما فيه كفاءة جديدة يوصلوا ايه ليش لا بس لو ما عندك غير هالخيارين ما بتصوت يعني لا ورقة بيضة لو حتى قررت لايحتكم انه تصوت لأحدهم غير متزم بقرار لايحتنا لايحتنا ما في حدا بيجبر التاني يبصم على العميانة اه ما في برنامج بالمعنى بلا في برنامج 29 صف بس الليحة كلها ما حتصبت لحدا من المرشحين اذا كانوا بس السيدنا بيبره واللواء جميل سيد بين الرئيسين فؤاد السانيورة نجيب ميقاتي لمن صوتك التفضيلي كرئيس لمجلس الوزراء المقبل بعد الانتخابات كمان ولا حدا ليه جربناه اتناياتهم منك مع اي من الخيارين كمان ما بتسمي ما احترام من كامل لقلهم ما احترام من كامل الجول اللي عم تطلع على الشاشة ما بصوت لحدا جربتوا قبل جربتوا وهلكني هلكني بكل معنى الكلمة بتعتبرهم فسدين يعني بغض نظر شو بتعتبر برجع بقللك كلهم يعني شو ركاء بزريم يعني المنظومة كلها كانت فازة قلتلك القادمة قبل الفاسد فيها ما بسسني حدا مع اليوم محاسبة هؤلاء طبعا بأي طريقة كل واحد عندهم ملف بدو يتحاسب اوه شي بدي القضاء بني قد ملف اساسا ليش القضاء بيقدر يتحرق اوه شي يكون عندك القانون اللي يسمح لك يعني نحن اليوم في قانون استقلالية القضاء لا 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 القانون تبع الحصول على المعلومات وانه تدعي على الوصول الى المعلومات ايه وتدعي على الوزراء والنوبة وهادولي عجزوك بطريقة انه ما بقى في حدا مواطنين بيسترجي يفوت فيها عاد عن ان ترهيب كمان ببعض الاحيان هذا عن انه جدين بحض تخطوط خور مية بالمية فاليوم نحن هذا اساس البلد المفروض يكون في قضاء مفروض يكون في عدل العدل اساس الملك اللي محطوطة نحن عنه هي هلد يؤدى على اصر العدل اساس الملك هو العدل ما في عدل ما في ملك الكل بدو يروح هاي دي بدون يفهموها كل واحد بدو تولى شأن العالم اليوم نحن اي شخص تولى شأن العالم اي واحد تولى شأن انه يدير شؤونها العباد اذا ما كان عادل بدو يروح متل ما راح غيره ما بيضل مستمر باخر صوت تفضيلي لمن صوتك التفضيلي كرئيس مقبل الجمهورية اللبنانية سامير جعجة سليمان فرنجدية كمان ولا واحد ليه لانه كمان وجوه قديمة بدنا شي جديد بدنا شباب بدنا حدا نواجع بهالبلد بدنا حدا نخسر مصرياته بهالبلد بدنا حدا نهاجر ولاده من هالبلد بدنا حدا حامل هم الناس ليعرفي عالج هالبلد اليوم انت اذا بتروح عند الحكيم وبتوصيله مئة شغلة وبيعطيك الدواء اخر نهار ما اخدت الدواء كيف هديك تروقي اليوم نحنا عن جد بدنا حدا يطلع من الناس يطلع من الناس من وجوه هدي لا كلهم يعني كلهم كلهم يعني كلهم بعد الفاصل على الوعات مشاهدين انا بكم من جديد باخر فقرة من عالوعد عالوعد هو وعد راح تطلقو حضرتك تلتزم فيه سواء بتجاه نخبينك او بتجاه اللبنانيين عموما على انه بحال وصولك الى البرلمان كنت تلتزمت فيه على هدواء دامك للناس لقلك على هدواء دامك للناس مشاناك تقدر حضرتك بدي احط اتنين فين ايه ايه فيك تحط دواء دين هنحط اتعهد بأن اقدم قانون واحد رفع اتعهد بأن اقدم قانون اولا شو رفع الحصاني عن كل من يتولى انا سوري خطي كفشل يتولى الشأن العام اه من اصغر موظف الى اكبر رئيس اه اتنين الحكومة الكترونية كمدخل الزامي لل دي وقف اه الفساد هو مش توقف الفساد بده هو اه يعني متناقول الحد بس بشكل كتير كبير من الفساد بمضي نعم تفضل بتمضي اي امضائي وهذا اسمي كمانا مازن شبار تفضل هون اذا شكرا لك هذا كان مازن شبار على امل انه يكونوا الناس فعلا تعرفوا الى وجه جديد بالساحة السياسية اللبنانية بافكارك بطروحاتك وحتى بالبرامج اللي ممكن تحملها معك الى الندور البرلمانية شكرا لك بس ريسد بس ريسد انه يا لبنانيين ويا بيرتي بشكل خاص نزلوا نتخبوا ما توكلوا امركن لغيركن اللي صار فينا اليوم لانه احنا كلها اتنا كنا متكلين على غيرنا وصلنا الى اللي وصلنا له نزلوا حطوا رأيكم بالسندوق وشغلوا عائلكون ما تشغلوا عاطفتكن لانه بالعاطفة الدنيا بتخرب العقل ربنا خلالنا ايرا نستعمله حطوا عائلكم بالسندوق اختاروا المرشح حيطلقوا مناسب بس بين هلالين ما تضيعوا صوتكن على مرشح حتى لو كان من اهم الكفاءات اذا لا حتبيته ما عنده امل تحصل على حاصل لانه الصوت حيكون من دون ايمان شكرا لك مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة الى اللقاء بحلقات لاحقة المهم تذكروا اهم شي فليكن تصبيتكم مع البرنامج موسيقى 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 اشتركوا في القناة